انت بتديد في الزمالك. ولعبت شوية حلوين في الزمالك. ولعبت في في الزمالك. لكن لما الزمالك قرر يفوضك مرة تانية وانت في المقصة. روحت الاهلي. هل ده علشان الزمالك مشاك? كنت بتنتقم يعني من الزمالك? لا لا مش عشان كده خالص. بس عشان اه الصراحة يعني انا عشت اه في الزمالك فترة صعبة يعني. الفترة معي اشتاكت صعبة جدا. اه. وكان فيه فترة ما فيش نظام خالص ساعتها يعني والدنيا كانت صعبة جدا. فبين وبينها انا فكرت ان انا لو انا روحت هناك ممكن الدنيا تبقى يعني مفيش مفيش يعني مفيش ساعتها كان ايه? اه بالزبط. اه. فكنت قلقان. وبعدين هناك كان الجماهير برضو والاجواء صعبة جدا والنادي. ماشي. فتحس ان انت مش هتتعامل في 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 وسط. يعني اصدق المنظومة ما كانتش انت كنت شايف هتنجحك في الوقت ده. بالزبط. اهلاوي لعبت في نشيين الزمالك ولا زيم الكوي لعبت في الفريق الاول للاهلي. لا انا في الاول كنت نشيين اهلي خالص قبل. اه. اوكي. بس وبعد كده رحت الزمالك وما كانت يا لأ يعني في الاول اهلي. يعني انت مشيت من الاهلي وانت صغير رحت زيمالك وبرضو وانت صغير. اه. ليه مشيت مالاهلي ليه? جيت آه سنة اخر سنة اللي هي نلعب فيها اهداشر اه لابد ان انا كبرت من اربعة ده اربعة سبعة سبعة ده كله. اه. فكان في نظام في الاهل هناك ان السن ما بيشوفش السن اللي فيه يعني كل سن بيتمرن في يوم لوحد بس فحسيت الموضوع صعب جدا ان انت تطلع يعني كان عندي 15 سنة وحلمي بان انا عايز اطلع فريستيم يعني انا والدي بس فلاقيت الموضوع صعب وناخد وقت فوالدي راح راح قابل كابتن طاري السليم ساعتها وقال له انا عايز اخد خدت الاسترنة ورح طالع يوم متأيت في الزمالك عشان كنا منتخب براعم معارفين بعض في الزمالك بقى طلعت على طول كان عندي خمسشار سنة كنت بقى اتمرن مع تمنتاشر سنة اه وبعيني انت تمنتاشر فريستيم على طول لكن كنت عادي انك بتلعب في الزمالك كنت اوصلا الاهلوي الموضوع كان من نسبلك مش صعب لا سعيد هلأ عادي ان الاهلوية لعبوا في الزمالك او زمالكوية لعبوا في الاهل عادي جدا عادي جدا يعني مش عايز اثامي بس حصلت كتير كتير بتحصل كتير ام اوي اه